يا صباح الخير متابعة من المتابعيني بعتت لي رسالة على الانستجرام وبتقول لي انت دايما بتتكلمي على ان الست ازاي تحب نفسها وازاي تاخد بالها من نفسها انا مش عارفة ازاي حب نفسي ومش عارفة ازاي ااخد بالي من نفسي فالنهاردة هركز على بعض الحاجات اللي انا شخصيا بعملها عشان اهتم بنفسي والاهتمام بنفسنا يعني بنهتم بجسمنا من جوة ومن برا وصحتنا النفسية وصحتنا العقلية كمان فانا كتبت شوية حاجات ومعدتهمش يمكن هعطهم في العنوان ازاي ان احنا على مدار عشرة خمستاشر عشرين يوم نتعلم ازاي نحب نفسنا ونهتم بنفسنا والكلام ده على فكرة ممكن يصلح للرجالة والستات مع بعض التويكس يعني امركزها شوي على الستات النهاردة بكررها تاني وتاني 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 ان الانسان يحب نفسه مدام ما بيقضيش حد مدام ما بياخدش حقوق الاخرين يبقى مش انانية بالعكس دايما نقول فاقد الشيء لا يعطيه لو انا باهتم بكل الناس اللي حوالي وابدي تقتي للناس اللي حوالي في فترة من الفترات هتخلص هذه الطاقة ومش هقدر اخدمهم ومش هقدر اهتم بيهم ومش هقدر اديهم ومش هبقى ام كويسة مش هبقى زوجة كويسة مش هبقى موظفة كويسة مش هبقى بزنس ومن كويسة مش هبقى خالص خالص فان احنا نحب نفسنا وان احنا نهتم بنفسنا دي مش حاجة بحشة وللاسف انا واحدة من الناس متعلمتش الاهتمام بالنفس وحب النفس من والدتي او من جدتي للاسف فعالتنا كان فيه ترند ان الست لازم تحترق والام لما تكبر لازم شكلها وجمالها ما يتغاش على بناتها او على اولادها وانها لازم تدي 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 بدون ما تقف وتاخد استراحة وتريلاكس والكلام ده كله في بعض النصايح من جدتي خدتها مثلا فيها نوع شوية من الاهتمام بالنفس يعني كان دايما بتأكد ان انا اكل كويس ولما كانت بتقولي كولي كويس قالتلي كولي الحاجات اللي بتشبعك كولي الحاجات المغزية خصوص ودي كانت في الفترة اللي انا كنت حامل وبعد ما ولدت ابني فيها كان اهتمامها الاكبر على حكاية ان انا اغزي نفسي عشان البيبي وعشان الكلام ده كله لكن برضو في حاجات معينة ما تعلمتهاش منهم اتعلمتها من ستات تانين وتعلمتها من ملاحظتي للاخرين وتعلمتها من قريتي وخصوصا ان انا كنت بجيب كتب اجنبية الغرب عنده حتة الاهتمام بالنفس دي مهمة جدا 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 وفي دروس كتير قوي يعني اول مرة اسمع على حكاية اللي هي اللي هو التوازن ما بين العمل والحياة كان طبعا جاي من الغرب ولما اتكلمت عن الموضوع ده في الوقت ده انا بتكلم على اواخر التسعينات سنة التمانية وتسعين سنة التسعة وتسعين كان فيه ناس مش عارف انا بتكلم على ايه وكان فيه ناس بتهاجم الكلام اللي انا بقوله لانهم مش فاهمين انا اقصد ايه فالنهاردة هقولكم على شوية حاجات كده ولو عندكم حاجات تانية زيادة قولولي اول حاجة ان احنا نقضي بعض الوقت في الطبيعة والطبيعة مين اللي انا هنا بقصد الزرع والزرع ممكن يكون في جنينا ممكن يكون حوالينا او ممكن يكون زرع احنا زرعينه في البالكونة بتاعتنا اعتقد ان اللون الاخضر والزرع بيبهج بيفرح القلب فكل واحدة فينا كده تشوف طريقة ازاي ان هي تكون على اتصال شوية بالطبيعة طبعا يعني في بلدنا للأسف ما فيش تأدير لدوة بنقطع الشجر بنقطع الورد ما بنهتمش بالزرع الكلام ده كله معلش معلش انا بتكلم هنا على كل واحد فينا مش مهم اللي حوالينا ايه لكن انا بتكلم على نفسي ان الواحد يشتري له زرعية صغيرة او ان هو يروح في جنينا ومش لازم يعني مش لازم نروح عشان نروح الجنينا نجهز شنط الاكل ونجهز مش عارف ايه ونروح نقضي النهار خالص خالص لمجارن احنا هنروح كده بطولنا ما عناش لساندوشات ولا اكل ولا هنلعب ولا الكلام ده خالص ولا هنعمل غديوة ولا الكلام ده خالص ونروح بس نمشي في الجنينا نص ساعة ونبقى راجعين نفكر فدي اول حاجة جات في بالي ان وجودنا قريب من زرع شيء مبهج وبدل ما يبقى مجرد الزرع البلاستيك والورد البلاستيك اللي بنحطه عشان نزين به ونعمله ديكور في بيوتنا لان نجيب قصرية الزرع ونزرع حاجة كده لصيفة شوية شوية تاني حاجة اشربي شاي الاعشاب فيه انواع كتير من العشاب وكلها مفيدة وانا بقى ما بعودش افكر ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه انا هنا مش بتكلم على العلاج بالاعشاب والتداوي بالاعشاب والطب الطبيعي والكلام ده خالص انا كل الحكاية ان احنا بنشرب شاي وقهوة كتير وبيبسي خدوا بالكم ان البيبسي كمان مضر جدا 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 فلازم نستبدل الحاجات دي بحاجات تانية طب هنستبدلها بايه فيه ناس تقولك انا ما بشربش غير مية انا اعرف ناس فعلا ما بيشربوش لعصير ولا شاي ولا اي حاجة خالص خالص من اللي احنا بنشربه ده ما بيحبوش غير المية طيب احنا انا واحدة من الناس لأنا بحب اشرب حاجة يعني بحب احس ان فيه حاجة دافية او حاجة بشربها فلقيت ان انواع من الاعشاب المختلفة بتبقى مفيدة جدا جدا فيه انواع منها على فكرة بيبقى طعمها حلوة هي بردة زي الكركدي مثلا فيه انواع تانية انا جربتها بالصدفة الكوباية عملتها وسبتها وبردت لما شربتها لقيتها مش صعب قوي ومش وحش قوي فشربي شاي اعشاب الحاجة التالتة انا هدقمهم بقى وانا بتكلم معاكم الحاجة التالتة خنيني وقت السوشيال ميديا يا جماعة قعدنا على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي ده بيستهلك من فايلات مخنا بيستهلك من طاقتنا فاكرين ان احنا ما بنعملش حاجة يعني مؤذية لنفسنا لكن الازى النفسي وفيه دراسات كتيرة قوي قوي وخصوصا بقى دلوقتي ان احنا قاعدين في البيت ومريحين شوية هتلاقي الاعاد على السوشيال ميديا بقى كتير قوي على الواتساب ونقعد نتكلم ونحكي مع بعض ده كويس بس لازم يبقى لها اوقات معينة ليه بقى؟ لان الوقت اللي احنا هنستقطعه من الوقت اللي كنا بنقعد فيه على السوشيال ميديا هنوجهه لحاجات تانية تفدنا اكتر النقطة الرابعة هي النوم نامي من 8 ل 10 ساعات وما تقوليش اجيبها منين وازاي وبتاع ومش عارف ايه او احنا بنسخر لاخبطنا موايد النوم بتاعتنا مش مهم مش هقولك نامي بدري وصحي بدري والكلام ده لكن اجمالا ان احنا ناخد من 8 الى 10 ساعات نوم كل ما بنجبر في السن بيبقى النوم العميق اصعب شوية بالنسبة لنا ولكن ان احنا نرتاح ونريلاكس وننام ده شيء مهم جدا جدا النقطة الخامسة اتفرجي على حاجة كوميدي التلفزيونات مليانة الهندي كقابة التوركي المدبلك سوري كقابة المش عارف ايه كقابة في ايه جدعان وبعدين نخدوا بالكم ان الحاجات اللي بنتفرج عليها الكئيبة دي بتحطنا في حالة من العواطف القوية اوي والجياشة فبنتوه فممكن ننسى حتى همومنا ونحس ان همومنا خفيفة مقارنة بدا ونتفرج ونبقى متعاطفين اوي 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 مع البطل والبطلة والصراع والحاجات دي والمسلسلات الهندي والمسلسلات التوركي ولا الخليجي يا ساتر يا رب على كمية النكد والغم والهم ايه جدعان ده اتفرجوا على حاجة كوميدي اتفرجوا على حاجة لطيفة اتحكوا شوية اعملوا كده من ضمن جدول اليوم بتاعكم انتو تتفرجوا على نص ساعة حاجة كوميدي هزار دحك حاجة كده ترفع عن نفسنا حاجة تروح عن نفسنا النقطة الستة استبدلي السكر او منعيه خالص وهنا انا لما بقول استبدلي السكر ما بقولش استبدليه بالسكارين لان السكارين والحاجات الشبيهة فيها مادة اسمها اسبارتام والمادة دي مضرة جدا جدا للجسم والمادة دي موجودة في البيبسي الدايت والمشروبات الدايت والحاجات دي طب ممكن نستبدله بايه والله عندنا حاجات طبيعية زي العسل مثلا انا شاي الاعشاب بقى اللي انا باخده ما بحطش عليه غير عسل ولما باخده ما بحطش بقى معلقة كبيرة كده دي انا بنزل المعلقة واسبها هتنزل كتير 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 واخد وقلب بيها بيبقى طعمه احسن كتير طبعا في حاجة مثلا يسميها ستيفيا ستيفيا دي ممكن تلاقوها في كارفور تلاقوها في الحتة دي ده برضو سكر طبيعي فيه كمان سكر فواكه اخف شوية شوية من السكر بتاعنا والاحسن كمان احنا ناخد السكر البني اللي هو مش متبيض برضو احسن ليه بقى انا بركز على موضوع السكر ده لان السكر بيعمل التهابات في جسمنا من جوه تبصوا تلاقوا مفاصلنا بتوجعنا تبصوا تلاقوا ان احنا حاسين بارهاق وتعب واحنا مش عارفين ليه لان السكر بيدينا كمية من الطاقة الكاذبة السكر هو المادة الخام للطاقة فالطاقة دي لا جاية من اكل صحي ولا جاية من حركة ولا جاية من رياضة ولا جاية من نوم ولا جاية من راحة ولكن جاية من كمية سكر في الدم كبيرة ويبقى عندنا طاقة بس احنا تعبانين اصلا ومش مرتحين والسكر له مشاكل كتيرة قوي 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 وكلنا اجهزتنا كلها من اخبطة بستين نيلة فنحاول ان احنا نستبدل السكر او نمنعه ولما نعمل ده ننعمل اهتمام بنفسنا وحبنا لنفسنا انا مش عايزة ازي نفسي نقطة استبع ارسمي ومش لازم تبقي فنانة ومش لازم تبقي رسامة ومش لازم تعملي اي حاجة ومش لازم تعملي لوحات وتوريها لأي حد هاتي اي ورقة ودوري على الانترنت على كيف ترسم وردة مثلا وامشي وراء الخطوط واحدة واحدة ربع ساعة هتبص تلاقيكي هذا العمل الابداعي حسن من نفسيتك شوية وحسن من الموت بتاعك شوية وبعد شوية اخذي الورقة ده واللي بيع النحة التانية وقلي عليها بطاطس انا بعمل كده على فكرة مش لازم تبقي رسامة ومش لازم تبقي فنانة ومش لازم لكن المقصد هنا ان احنا نستخدم ايدينا في حاجة غير اللي احنا معتادين عليها غير السكينة والتقطيع والطبخ غير الكتابة والمذاكرة غير الحاجات العادية اللي احنا بنعملها فالرسم والهويات الفنية مش لازم تبقي بتعرفي تشتغلي ابرع مش لازم تبقي بتعملي حاجة حاجة بسيطة حبيطة زي ما بقول لكم جبت ورقة وكتبت عليها اي حاجة ورسمت عليها اي حاجة وروحت واخدل الضهر الابيض قالت البطاطس وطلعتها عليه لكن ده هيبقى نوع من النزهة لانفسنا شوية ان احنا نعمل حاجة كويسة لنفسنا النقطة التمنى هي الموسيقى الهدية او الموسيقى الحلوة كل واحد فينا له له زوق في المسديكة شوفي ايه المسديكة اللي انت بتحبيها ايه الفن اللي انت بتستمتاعي بيه واعملي كده لنفسك خمس دقايق تسمعي اغنية تسمعي حاجة لطيفة الناس اللي هتقول الاغاني حرام مش حرام روحوا اسمعوا انشيد دينية ولا متح في النبي عليه الصلاة والسلام انا كنت احب جدا جدا ياسين التهامي الكلمات اللي بيقولها جميلة كنت احب حتى خضرة اسمعي خضرة محمد خطر والناس دول انا ليا مزاج على فكرة في كل حاجة تقريبا في كل حاجة او في كل زوق او كل نوع من انواع الفن بحب ان انا ادي لنفسي فرصة اني افهمه وتزوقه ان انا احب واستمر في ان انا اشوفه دي حاجة وان انا ادي نفسي فرصة ان انا افهمه وتزوقه انا دايما مؤمنة ان الله جميل يحب الجمال والفنون ما هي الا ابداع من ابداعات ربنا سبحانه وتعالى العصفير بتزأزأ صوت البحر صوت الانهار خرير المية الكلام ده كله الاصوات زي ما بنحب الجمال نشوفه بعنينه ونشوف الورد والشجر والجبال ومنظر الغروب والشروق والكلام ده كله ودننا كمان بتستمتع بالجمال فانا مش مؤمنة معلش يعني ادي وجهة نظري انا مش مؤمنة ان المزيكة حرام والكلام ده الحرام هو ان يقال في المزيكة حاجة تخالف الشر او ان يتعامل بها حاجة تخالف الشر زي نايت كلاب مثلا ولكن احنا قاعدين مع بعض وبندندن وبنسمع حاجة والكلام ده كله ما اعتقدش انه هو حرام فشوفي المزيكة والفن اللي انتي بتستمتعي به بتحبي عمر خيرت هاتي عمر خيرت بتحبي ياسر عبد الرحمن طلعي ياسر عبد الرحمن شوفي مين عمر الشر عمر الشر شر له مقطوعات جميلة جدا جدا انا بحبها قوي رقم تسعة خدي حمام دافي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وانا بقول حمام دافي مش حمام سخن لان الحمام السخن ممكن يعلي ضغطنا ولا يوطي ولا يأثر في الاوعية الدماؤية خليها تتمدد وانسورة اقول الكلام ده انا بتكلم على حمام دافي والفكرة هنا ان احنا نستمتع بان احنا ناخد حمام كل يوم بناخد حمام عشان رحتنا طبيق عشان جايين من بره عشان عرقانين عشان الجو حر ولكن احنا ممكن نظهر حبنا لانفسنا واهتمامنا بنفسنا من ان احنا ناخد حمام هادي بالراحة احيانا بحط مزيكة اه انا باخد الحمام بتاعي بحط مزيكة هدية ولطيفة في طبعا ناس بقى أسد بقى يعني انا ليه صديقة بس هي طبعا مش عربية لما بتاخد الحمام بتاعها بتقولي بوطي النور بتاع الحمام وحط شموع والكلام ده كله بقول لها بتاعدي قد ايه بتقولي مش اقل من ساعة فقلت لها لا انا ما اقدرش على ساعة بس فكرت ما هو يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله او حاجة زي كده يعني ان مش عشان انا ما اقدرش اعمل زيها وحط شموع وارش حاجات ومش عارف ايه واعد ساعة في الحمام ان انا ما استفدش من ده فربع ساعة عشر دقايق ابتدي حتى الحمام خمس دقايق بس يكون بنية انك تهدي عصابك فيه اه 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 دوني شخص بتحبيه اه مامتك باباكي اه اولادك جوزك اختك اه 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 يبقى فيه قرب جسدي بيننا كده ان احنا نحضن بعض ان احنا نطبطب على بعض هو ده اللي مقصود ان احنا نحس باللمسة الحانية اللمسة الحانية على بعض اه دي برضو مهمة جدا زي ما بنعملها للاخرين وتلاقي فيه كده امهات لطيفة كده حضنها جميل كده وفيه ناس تحب تحب تقرب منها وتحضنها احنا كمان نبقى كده واحنا اللي اللي نحس بالحنان والبهجة لما نقرب من الناس اللي احنا بنحبهم حداشر اعملي ماسك مغذي لبشرتك زي ما قلتلكم ابسط حاجة ابسط حاجة شوية زبادي وعليه نقطتين لمون ومعلقة عسل وقلبيهم وحطي ولما تحطي الماسك استرخي ونامي واظبوتي المنبه بتاعك على 15 دقيقة وريلاكس وانت كده قومي اشتفي بمية دافية بس تبقي عملتي حاجة لنفسك حاجة بتعبري بيها لنفسك والله انا بحبك انت انسانة تستحقي الحب فاعملي ماسك مغذي النقطة الـ 12 مارسي اليوجا يا جماعة اليوجا ابسط ابسط حركات ممكن نعملها واسهل حركات ممكن نعملها ونعملها في بيوتنا ونعملها حتى ونحن على الكورسي ونعملها ونحن على الأرض الاستراتش اجسامنا مش بتتحرك بما فيه الكفاية مفصلاتنا مصدية في بعض اليوجا هي اللي بتلايينها كده عاملة زي ما نكون زيتناها فما بقتش تزيق وتكحت في بعض والكلام ده كله ففكري فكري النهاردة كتبي يوجا للمبتدئين وشوفي لانا موجود على الانترنت وجربي جربي دقيقة جربي دقيقتين وشوفي هيحصل ايه وقليلي تلاتاشر رتبي وفرزي ميكياجك كل ست فينا عندها حتى اللي ما بتحط ميكيب بره عندنا قلم روش كده قلم كحل مش عارف ايه طلعي طلعي الميكيب ده اللي مخزون في درج ولا اللي مرمي هنا ولا اللي مرمي هنا وتأكدي الاول انهو ما جرالهوش حاجة شميه كده وشوفي انهو ما جرالهوش وتزيني وبصي لنفسك وقولي الله انا حلوة النهاردة مش لازم نتزين لحد مش لازم نتزين عشان جوازاتنا بس لانا تزين لنفسنا عشان وانا ماشي كده ألمح صورتي في المراية وانا بنضف المراية بس يبقى شاكلي لطيفي يبقى شاكلي حلو انا مفتوطة من نفسي اربعتاشر اكتبي قايمة بالحاجات اللي بتحبيها في نفسك سهل جدا جدا ويمكن انا عملت ورش عمل مع ناس وكان من ضمن الحاجات ان احنا نحلل انفسنا ونشوف نقاط الضعف ونقاط القوة كان سهل جدا علينا كلنا ان احنا نقعد نكتب نقاط الضعف والحاجات اللي ما بنحباش في نفسنا انا ما بحبش ان انا كذا 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 انا عيبي ان انا كذا 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 انا مشكلتي ان انا ده بيخلينا نقع في سلسلة من الأفكار النجاتف واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لا قراري النهاردة خذي وراء وقلم وكتبي أنا حكتب النهاردة عشرين حاجة أنا بحبها في نفسي والحكات دي بقى أي حاجة بقى والله أنا بحب شكلي والله أنا بحب صوتي والله أنا بحب حنيتي على الآخرين والله ده أنا أنا شطورة ولهلوبة في المطبخ والله أنا ست جدعة وبحب صحابي أنا بعرف أرتب كويس قوي أو أنا ستة نظيفة وبعرف أنطف كويس قوي أو أنا شطرة في المدرسة أو أنا وتفر وتفر اللي ييجي على بالك بس أهم حاجة إنه يكون حاجة كويسة لما نعرف إيه الحاجات الكويسة اللي فينا هي دي اللي نبني عليها ما نعودش نفكر في الوحج اللي فينا وإزاي يتخلص منه وإزاي مش عارف إيه وإزاي إيه آه ده كويس حلو بس المشكلة إن ده ما يبقاش كل حياتنا نفكر برضو في الحاجات الكويسة اللي فينا ولما نغير نظرتنا لأنفسنا هتلاقي الناس بتغير نظرتها ليكي وهتلاقي الناس بتتعامل معاكي على هذا الأساس آم 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 خمستاشر آم أسبغي شعرك حطي فيه هايلايتز آم آم غيري قصة قصة شعرك آم أعملي حاجة لأن شعرنا شعرنا جزء كبير قوي من حياتنا آه إحنا محجبات فينا إحنا محجبات وبننزل لابسيني الطرحة أغلب الوقت وبتعلك إن لما بنيجي البيت بنقعد من غير طرحة وده جزء مننا ويقولك تاج الجمال للستة هو شعرها والشعر هنا مش لازم يكون شعرك حلو خشن ناعم الكلام ده كله مش لأ آآ خشن تعلمي زيتك ويه انت آآ قصي قصة ما تبينوش حايش آآ آآ غيري لونه بلون مناسب آآ آآ لشعرك أعمليه له ماسك فيه ماسكات للشعر أعمليه له ماسك ده برضه نعمل اهتمان بالنفس آآ ستاشر اهتمي بدوافرك يعني شوفي كده وفيه حمامات للدوافر بين زيت زتون ولمون وحاجات زي كده وحطيها وكريمات و خدي وقت إنك تجيبي المبرد والبف وتزبطي دوافرك وتبصي لأديكي كده وتقولي آآ والله أنا ده أنا كويس لأن دي من حاجات اللي احنا بنشوفها في نفسنا وانا بنظف الترابي زي ما انا بشوف ايدي وانا بعمل مش عارف ايه وانا بقطع فناخد وقت ان احنا نهتم بيه في نفسنا سبعتاشر رتبي دولابك طلعي طلعي الهدوم المخزونة دي وشوفي اللي دايق عليكي اتصرفي فيه ما تقوليش أنا حاب اخسله مبلاش نضحك على بعض هيبضل مركون سنة كمان في دولابك لغاية لما تبقي تخسي الوزن ويدخل فيكي وممكن كمان حتى لو خسيتي يبقى شكله مش حلو عليكي يبقى مطه بطلت او الحاجات بتدوب من قعدتها في الدوليب عندنا فطلعي هدومك وفرديها وشوفي ايه اللي انتي البستيه وإيه اللي انتي ما البستيهوش ايه اللي دايق عليكي ايه اللي شكله مش حلوة قوي الكلام ده كله والبسي هدومك اللي هي هدومك الحلوة ما تحويشيهاش لمناسبة ما تحويشيهاش لحاجة معينة للأسف للأسف احنا دايما في انتظار something احنا دايما في انتظار حدث والله اصل التقم ده هو تقم حلو قوي فمستنية خروجة عليها الايمة عشان نلبسه ونقود نستنى بقى شهر واثنين وتلاتة ويعدي موسم الصيف ويجي موسم الشتاء ونشيل التقم مع الهدوم الصيفي ويعدي الصيف كله من غير ما نلبسه انتي راح تزوري ممتك مثلا اهي مش مناسبة واو ولا حاجة ايه بسيه البسيه وصوري نفسك مش لازم تحطي الصورة على الانترنت صوري نفسك وخليها معاك من غير ما توريها لحد البسي لبس حلو حسي كده ان هدومك حلو عليك حسي كده ان مظهرك انيق افرزي الهدوم اللي عندك وشوفي المقطع المنقور المقديم قوي 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 اللي ما عادش لايق علي اللي ما عادش مناسب لسني كل الكلام ده النقطة التانية دخل في اللي انا قلتها دلوقتي اللي هي موضوع الهدوم اسحي من النوم الصبح تأنقي كان فيه تحدي من تحديات الأسبوع اللي تابعوا منكم معايا السلسلة دية كان ان احنا نتأنق بدون سبب ليه دايما الحاجة الحلوة بنعملها عشان الآخرين عشان الآخرين شوفونا حلوين لا احنا لازم نشوف نفسنا حلوين انا متعودة ان انا بصحة من النوم حتى لو مش هخرج حتى لو مش هروح في حتة بلبس هدوم لطيفة هدوم كاجول بلبس بانطلون جينز بلبس تي شيرت بلبس حاجة مش اللي بنام بيها بلبس حاجة مش اللي بنضف بيها لا مش لازم يعني ألبس لبس خروج بقى أو تاير وجاكت والكلام ده كله زي النهار ده النهار ده أنا طول النهار قاعدة باللبس ده وعادي جدا هدخل للمطبخ هروح مش همرك ومامي ولبس الاسمها ايه الابرون بسم الله الرحمن الرحيم اللي بنلبسها واحنا بنغسل المواعين مريالة المطبخ هلبس مريالة المطبخ هلبس الجوانتيات وهطبخ واعمل وادعك الحلل واقطع واعمل الأكل والكلام ده كله بس أنا يا مودة النقة يا نفتي حتى لو ولادي ما غيروش خدمهم حتى لو ده مش ليهم ده ليه يا أنا النقطة الـ 18 هي إن ضع في كمية الخضروات في أكلك أنت أكلك حلوة قوي أنا عارفة وكرونا بالبشامل ومش عارف إيه والكلام ده كله زودي الخضار شوية شوية مش لازم على فكرة تبقى صلطة بردة ممكن يبقى خضار سوتين ممكن تبقى شربة خضار ممكن وتبرت بس تزودي الخضار في أكلك عادة عادة الخضار بيبقى أقل حاجة في أكلنا ولازم عشان نحطه على الرز يبقى الرز حب أكتار والخضار اللي عليه كده ليل كأنه بيغير طعم الرز لأعميدي العكس زودي كمية الخضار في أكلك آخر نقطة بقى أنا كتبتها اللي هي 20 أوه واو 23 نقطة أنا رقمتهم خدي فيتامينز وخدي اللي هي المكملات الغذائية روحي لدكتور بطنة محترم وعملي تحليل لهرموناتك وعملي لهشاشة العزوم وعملي تشيك أب كامل على صحتك عشان يقولك على الفيتامينز اللي احنا محتاجينها احنا ما بنقدرش ناخد كل الفيتامينز من الأكل بناكل أكل كويس أو نحاول نحنا ناكل أكل صحي لكن برضو فيه فيتامينات وحاجات معينة بتضيع من الأكل من التقطيع مش متوفرة في المأكلات اللي بناكلها واتفر خدي سابليمنز كان جوزي بيقولي دايما الست أول ما تدخل في التلاتين لازم لازم تزود شوية الكالسيوم تروح تعمل تريك أب على الكالسيوم وتزود الكالسيوم في جسمها أنا ما سمعتش كلامه شوفيه اسمعي كلام جوزك فأنا ما كنتش وغدا بالي قوي من موضوع الفيتامينز كنت باخدها قوي أنا حامل وامشي شوية عليها بعد الولادة وبعد كده بقى بيبقى التزيم بقى هاخدها كل يوم الصبح ومش عارف ايه وبتاع وعدين دلوقتي بقيت فيه حاجات سهلة جدا جدا هي حباية واحدة في اليوم بتديك احتياجاتك وفيه حاجات بتبقى معمولة للإستاد وحاجات المعمولة للرجال دول العشرين نقطة اللي أنا كتبتهم ورقمتهم معاكم النهاردة ازاي كل واحدة فينا تحب نفسها وازاي تهتم بنفسها بدون ما تبقى قنانية بدون ما تبقى وحشة وما بتفكرش غير في نفسها وبس والكلام ده كله جربوا كده ان انتوا تعملوا النقاط دي وقلوا لي انا مش هزاكوا تعملون كلهم في يوم واحد انا حتى قلت استعيدي نفسك وجمالك واهتمي بنفسك من 15 ل 20 يوم هما دول 20 حاجة لو كل يوم عملنا حاجة منهم بعد طبعا الحاجات اللي هي الدائمة زي مثلا اللي هي الفيتامينز دي اهم حاجة وان احنا ما ناخدش سكر نقلل السكر اعتقد دي لازم تبقى كل يوم بس المهم ان احنا لو كل يوم عملنا حاجة من الحاجات دي لنفسنا حنحس احساس حلوة عن نفسنا يعني حنحب نفسنا يمكن اشوفكم بعد شوق وانسا ألوكا قلت استعيدي وقلت استعيدي وديك المترجم للقناة المترجم للقناة